موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم مضاعف لنا ولكم الأجر موضوعنا اليوم سيكون عن صلة الأرحام عباد الله إن صلة الرحم من المسائل التي أمر الشرع بها فصلة الرحم من المسائل التي أوجبها الشرع فقد ذكر القرطبي رحمه الله والقاضي عياض وجوبها فصلة الرحم من المسائل الواجبة وقطيعتها من كبائر الذنوب لذلك ينبغي للمسلم أن يصل رحمه في كل الأوقات ويعلم أن صلة الرحم من المسائل التي لا يستغني عنها المسلم وأنها من المسائل التي أمر الله جل وعلا بها في محكم كتابه فقد أمر جل وعلا بالإحسان إلى الأقارب فقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال جل وعلا عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى فالله جل وعلا أمر بصلة ذي القربى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بها في أحاديث كثيرة منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أن يصل رحمه في صلة الرحم من المسائل كذلك التي تزيده العمر فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أذره فليصل رحمه فلذلك ينبغي للمسلم أن يصل رحمه لأن صلة الرحم من المسائل التي تزيد في العمر وصلة الرحم من المسائل التي كذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نبه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وصلة الرحم على أنواع منها الواصل ومنها القاطع ومنها من لا يصل ولا يقطع فالواصل هو من يصل أرحمه ويسلم عليهم ويصلهم بالمال ونحو ذلك فهذه من أكمل الصلاة الثاني من لا يصل ولا يسيء ولا يأتي الأرحم فهذا بعيد من الصلة وقد أمره الشرع بأن يصل رحمه ليسأله في رزقه وأما الثالث فهو من يصل رحمه لكنه بعد طول فهذا النوع ينبغي له أن يجدد صلته بالأقارب وبالأرحم وأن يصلهم في كل وقت وأن يعلم أن الصلة الأرحم أمر الشرع بها وأنها مطلوبة شرعا منه ومن غيره نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وما فيه من الآيات وذك الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبي الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربي شرح لي صدري ويسر لي آمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم بندرابي جولب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدًا حالي إنه هو التوابري كويتكو سيلة الرحيم ما نجوكو دي أنتمم الله تبارك وتعالى يمري يو أنتم جوك وتتجي وبي يو أنتم جوك وتجي الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل جوكو وبي كوالي يمري يو جوك كوالي يمري يو جوك إنه هيوي إن جيهين ما نجوكو دي أنتمم أنتم اللهم صلى الله عليه وسلم واندي من اللهم صلى الله عليه وسلم واندي أنتم ستوي أجوكدوم أجوكما يرمنوا ستجيدوم أجوكما يرمنوا كو أنتم معلق بالعرش إنو من قطعني قطعه الله ومن وصلني وصله الله الله تباركة وطعلا موني ني أمدام تينغتني أمدام يو جوك كإنها هي تجي أندام نون جد مواجهري کنو لسل الله صلى الله عليه وسلم ووقوا واندي سنتهي يدي مواجهري يو جوك أندامم اللهم يجننن نمواجهري ودرن نمأرزوغادي نيأ نمو نغرنامم مبانون أن يتصفى أن يكون المصرحة في الفترة التي تعطيسيها أنها قد تبعي فقط أنت تبعيانها وأن يتصفى أن أكون المصرحة في الفترة وأن تتصفى أن يكون المصرحة في الفترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكذلك حديثاً أبي أيوب رضي الله عنه أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل إلى جنة ويبعدني عن النار كخاني حديثنا يجب يجب أن يكتف محمد صلى الله عليه وسلم أتي قلن كون ندبري أقلن دن الجنة أقل لاتن بكين به أتي أن تعبد الله ولا تسدك بي شيئتي أن الله سبحانه وتعالى أن نابتوا أن نمخوا هلندا سوكهي وكذلك وتقييم الصلاة أن نصدن سيقندي وتؤتي الزكاة أن نجاكن كني أن نجاكن كني وتصلوا الرحيم أن نسفون جكي كذلك حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسطله في رزقه سنبسكنا من الله سبحانه وتعالى أن نجاكن لا يرونده وينسأله في أثره وكذلك أن أبي هرأت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخري فل يكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخري فل يقوم خيراً أو يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخري فل يصير رحيمه سنبسكنا من الآخري الله سبحانه وتعالى أدو سابقنا كذا أنن سنفون أن نجكي ولا سنفون جكي أنه خوري الله سبحانه وتعالى هذه الحديث تنعتي لا يدخل الجنة قاطع ورحيم سنبسكنا سنفونكتو أن ترون الجنة ونأت سنكو جكي كنني وخوريا وإلى هنا ننهي معكم الحلقة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والسلام على سيدنا محمد سيد المحلوقات وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينسل مباكي نجا كارلو نحن نعنب الشماء ومن يوجد الم overwhelم يبعهم بالترونية ومن يوجد بلعجل ونحن � مبد religious يجب أن نذبح ستصوي سيطرة السلوين يصنع عن طريق عملية مجالا وضع عملية تجعلها ليس قد تفضل جداً لقد حصلت إلى عملية مجالاً على السلوين يصنع تتعلم وعلت تلك المسافة يصنع تلك المسافة تتعلم في دعوة أساسية في التدنية يتديه ولكنه يحصل على مدادة لأنهم ينظرون أن يحصل على مدادة ينظرون لم يكن كبير وليس لديك من كذلك ، حتى يجعل في الناس لم يكن الصحيحة ، وعنى كذلك أشبث ، كيف ستحدث وكّيه ستشعر المعارضة وكيف ستشعر في الجفل شكراً سننة شكراً سنعيد بتم بارد تفرية الوطفات ضبطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة